بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لازم كل واحد فينا باعتبار ان الوقت مش ملكه وان الحياة دي ملك الله سبحانه وتعالى وانه هو الله سبحانه وتعالى اكرمه بنعمة الحياة دي لازم ينقي اصحابه وهي دي الفكرة الاساسية اللي احنا اتكلمنا عليها في مسألة الجليس مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير في بعض الاحيين احنا بنقعد مع بعض الجلساء ممكن يفسدوا حياتنا كلها الجليس ده ممكن يكون فكرة تفضل متسلطة علينا وتفسد علينا حياتنا الجليس النهاردة بيصاحبنا خاصة لما تزيد علينا مسئوليات الحياة في اوقات المشكلات واوقات الازمات او في الاوقات اللي بنحس بيها بالضعف والهوان والشدة والتعب جليس النهاردة ممكن يتحول الى اداة ضغطة جدا 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 علينا من غير سبب جليس ممكن يسيطر علينا لان احنا سلمنا نفسنا ليه الجليس ده هو جليس استصعاب الحياة ما تستعجبش وما تستعجلش يعني استصعاب الحياة استصعاب الحياة ان في ناس كتيرة لما بيزيد عليها الاحساس بالتعب وبتسأل نفسها سؤال ليه ربنا خلق الحياة صعبة كده بس هو هل فعلا الله سبحانه وتعالى خلق الحياة صعبة يعني سأل ساعت لما بيسألوني هي الحياة صعبة والحياة صعبة بقولهم الحياة وسعة يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة اوسع بكتير من خيالنا اللي بيديع الحياة في ناس كتيرة هتقول اه يا مولانا ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد الله سبحانه وتعالى فعلا قال لقد خلقنا الانسان في كبد لكن الكبد مش معناه الشقاء ولا معناه حالة العذاب الناس وهي بتكلم الناس عن معنى هذه الآية بتحسسوا منهم ان الحياة دي شقاء وعناء ويقولوا ما فيش راحة غير في الآخرة اما الكل النعم اللي انت عايش فيها في الدنيا دي انا اعمل فيها ايه الله سبحانه وتعالى دايما بيكلمنا ويعلمنا ان الحياة محاطة باليسر مش بس محاطة باليسر الحياة غرقة في النعم اسمعوا مولانا سبحانه وتعالى وبيقول فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وربنا سبحانه وتعالى حتى جعل الدين دين اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج طب ايه الحكاية طب ليه ربنا قال لنا الكلام ده عشان نطمن قلوبنا واجعلنا مسندين على فضله ونعمته ومن استصعبش الحياة ومن عجس ومن يقاس وخاصة ان هو سبحانه وتعالى بيقول لنا وهو معكم اينما كنتم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ييجي واعلمنا ان اليسر مراد لله سبحانه وتعالى فالسيدة عائشة رضي الله عنه بتقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمري قط يعني دائما إلا أخذ ايسرهما ما لم يكن اسمه كل ده بيعلمنا ان الحياة الحياة ملها ما تخلقتش صعبة لازم أقول لكم حاجة مهمة أول أول حاجة نبتدي بيها أن أول حاجة بتخلينا نحس أن الحياة صعبة هو الخلط بين مفهوم الحياة والدنيا الحياة نعمة والنعمة بطبعها مكتوب عليها هي نعمة لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يعلمنا أن الحياة نعمة أن الله سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والله سبحانه وتعالى بيعلمنا أن الحياة نعمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فالحياة مكتوب عليها الإحسان في كل شيء الإحسان بمعنى أن ربنا بيحسن لنا وعشان كده ما ينفعش إن إحنا نخلط ما بين الحياة والدنيا عشان ده يوصلنا إلى أن الحياة صعبة طب إيه اللي بيخلينا نحس إن الحياة صعبة في ناس بتحس إن الحياة صعبة بسبب كتر المسئوليات اللي عليها بس في الحقيقة إحنا بنحس إن الحياة صعبة عشان بنشعر إن إحنا بنواجع الحياة بمسئولياتنا لوحدنا لكن إحنا في الحقيقة مش بنواجه الحياة وإحنا منفردين إحنا في الحياة بنعمل إيه؟ بنولي وجه قلوبنا لله يعني إيه اللي حاصل؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون